أهلا بكم في فيديو جديد سأعلمكم في روتيل للتخلص من الكلف والتصدقات السوداء و أدار حب الشباب أول حاجة نحتاج نعمل ننظيف للوجه الكلينزين نحتاج أن نعمل ننظيف قليل واجه باستخدام جهاز السيليكون و مثل ثابتة وأي غسور للبشرة الدهنية أنا بفضل كلين كلير مؤمن أن يجيب للبشرة الجافة أنا بحب سيارة بي لأنه بيحتوي على حمض الهيرونيك أسيد وترتيب بوكيمان فيه السايميد اللي هو بيكتح وينظف البشرة بعد التنظيف نستخدم قناع أو ماسك مخصص لتفتيح للوجه نستخدم قناع الأرز والجنسل من بوتيشوب هذا القناع مهروف من محتوى المسحوق الأرز المشهور في تفتيح البشرة وإزالة التصفقات والبقاء كمان فيه البذور السمس المغنية في فيتامين إي من ضد دليل أكسادة كمان فيه الجنس من السعادة للإشراق وإزالة الفقاء وتوحيد اللون وملمس وزي منتم لاحظين حبيبي بساعة التقشير هنوزع الماس على كامل الوجه نخليني مدة ربع ساعة بعدين هنشيله بسوطة مبلولة بشوية ماء ثاني حاجة هنتكلم عنها هي الديرمونول معروف على أن الديرمونول هي عبارة عن مايكرو نيتلز بتعمل سمول داميج يعني تعمل زي أثار كده على البشرة فبالتالي تخليها تنتج كل جين جديد معروف الديرمونول جدا ممتازة لعلاج الكلف والتصبوات رابع حاجة هنتكلم عنها هي السيروم بعد ما هيئنا الوجه انه هو صار مستعد استكبر التغذية هنقوم نوزع عليه سيروم هذا السيروم بيهتوي على فيتامين C وانتي اكسيدنت وهيرونيك أسيت فيتامين يعني فيه كل الحاجات اللي بتساعد على تفتيح لون البشرة والسيروم بتكون فيه المواد الغذائية دي حاجة الوجه مركزة بالاضافة لكده هنستخدم كريم تفتيح معالج الضروري لان هنستخدم كريم تفتيح ممكن تستخدم اي كريم تفتيح هنا تستخدم فيران وايت الجولد اللي هو رقم اثنين هو مركز في ازالة التصبوات او ممكن تستخدمي اميلان باي كورين اللي هو منتجة بيبيو صفود كالترة الجلدية اخر حاجة لاجم نهتم بنا ان ناخد الفيتامين الضرورية مهم حاجة هات كلام عنها هي الاميك ستري لانه الاميك ستري دايما بتساعد على تجديد الخلايا بتساعد على انتاج الكولاجين دي حاجات هتساعدنا في التخلص من التصبوات لو نحن وضبنا على الروتين دا هتلاحظ تدريجيا انه الكلف او التصبوات او اي من حبوب الحب الشباب بدأ انه هي تختفي تدريج واخر حاجة لازم نستخدم واقع للشمس لحماية من زيادة الضرر الناتج من اشعة الشمس على الوجه لانه طبعا اشعة الشمس هي برضو بتساعد على ظهور البقاء والاسمرار في الوجه هنا انا بستخدم نيتروجينا الفراشيل دراي توتش سنسكرين بعامل وقايا مية هو فيه وقايا مزدوجة من اشعة الشمس الضررر اتمنى تستفيدوا من الفيديو شكرا على المتابعة